موسيقى 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 بالنسبة لتساقطة المطرية بلغت خلال الفترة الممتدة من فتح 2022 إلى حدود ديوم حوالي 140 مم مسجلة بذلك واحد العز يقدر بناقص 30% مقارنة مع سنة عادية كيفما تفوتت هذه الكميات المطرية المسجلة حسب الأحواض الفرعية حيث بلغت 82 مم بسافلة أم الربيع وتعود 90 مم بعالية الحوض وقد بلغت الواردات المائية المسجلة بمختلف السدود الكبرى المتواجدة بحوض أم الربيع خلال الفترة الممتدة من فتح شوتنبير إلى حدود اليوم حوالي 372 مم مكعب مستجلة بذلك واحد العجز الذي وصل حتى الناقص 63% مقارنة مع سنة عادية وبارتفاع كذلك الذي وصل إلى 22% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الحوض يعرف عجز في هذه الواردات للسنة الرابعة على التوالي وبالرغم من هذه التساقطات المسجلة خلال أشهر الأخيرة الماضية إلا أن نسبة الملء الحالية لم تتعدى 8.5% أي ما يناهز 820 مم مكعب وفي ظل تواتر سنوات الجفاف وصعوبة هذه الظروف تم وضع برنامج تنسيق مع جميع المتدخلين ممكن من تلبية جميع الحاجات من الماء الصالح للشرب على مستوى كل أنظمة المائية بحوض أم ربيع كيف ما خلصنا نذكره بخطة العمل للدارس في إطار شاركة بين وزار التجهيز والماء وبعض القطاعات الوزارية وكذلك بعض مؤسسات العمومية والتي تهدف إلى اتخاذ مجموعة من الأجراءات الاستعجالية والبنيوية باش نواجه أثار الجفاف على مستوى حوض أم ربيع ومجموعة كذلك من الإجراءات الأخرى التي تدخل في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشارب ومياه السقي يعني البرنامج 2020-2027 والذي سيمكن من تقوية العرض المائي بهذا الحوض من بين هذه الإجراءات كنذكروا مشروع الربط بين أحواد سبو و أبي رقراق و أم ربيع وكذلك حوض تنسيفت لتحويل ما يناهز تقريبا 1-500-800 مليون ديال متر مكعب سنوياً الشروع كذلك في إنجاز سدين كبيرين بهذا الحوض وهناك هضر على ستاك زيرت بإقليم بني ملال وكذلك سد سيدي دريس الجديد بإقليم قلعة السراغنة وكذلك برمجة مجموعة من السدود التالية التي ستتمكن من تلبية بعض الحاجات المحلية الهامة من الماء وكذلك تعبئة موارد مائية غير تقليدية عن طريق استعمال المياه العادية مع المعالجة بمجموعة من المراكز كذلك استكشاف موارد مائية جوفية جديدة عن طريق إنجاز مجموعة من الأتقاب الاستكشافية العمل كذلك على تسريع إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر لمدن الضربدة وآسف والجديدة لعمل كذلك على مراقبة مجموعة من المقاطع الأوديو وقنوات الجر في إطار دورية مشتركة للحد من جلب المياه بدون تراخص وكم بغير نقوله بالله رغم هذه المجهودات المبدولة على صعيد مختلف الوزارات ومختلف القطاعات المختصة في الماء يذكر أن الوضع الحالي أصبح يتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير حازمة وصارمة من أجل ترشيد وعقلا استعمال الماء بدءا بطبيعة الحال بالحملات تحسيسية للمواطنين وكذلك تغيير تقافة هضر الماء الشائعة ودعوة إلى ترشيد استعمال الماء